الطرف فرط الحركة هو التشتت هو الطراب واضح من هذا المسمى أنه هذا مصطلح مركب من فئتين الفئة الأولى له فرط النشاط والاندفاعية والفئة الثانية التي هي التشتت الأعراض في كليهما تتضمن الجوانب الأساسية لفرط الحركة كثرة التملل مكان ظهور والصعود والخروج كثرة الحراك في المكان عدم القدرة على مواصلة جهد أو لعبة معينة النشاط يكون غير هادف وكثير من معايير هذا الحركة يكون غير وظيفي غير محدد الهدف في الجانب الذي يتصل بالاندفاعية وهي كمسمى تحت مظلة واحدة الاندفاعية وفرط النشاط هناك عدم قدرة على انتظار الدور المقاطعة في أثناء الحديث الخروج من موضوع إلى موضوع آخر هذا كله الذي نتحدث عنه هو ما يخص تقريبا الأطفال قد يمكن يختلف قليلا مع البالغين فيما يخص التشتت أو قصور الانتباه فهو أيضا لديه أعراض تتصل بعدم القدرة على مواصلة العمل في نقطة معينة عدم القدرة على فهم التفاصيل الدقيقة كثرة نسيان الأشياء الواجبات عدم تذكر الأدوات في الأشياء التي تعلق بالأدوات المدرسية فهذه هو الإطار العام تقريبا لأعراض هذا الاضطراب بالنسبة للأطفال ترجمة نانسي قنقر